بسم الله الرحمن الرحيم وبين استعين بنستكمل اليوم محاضرات الجزء الخاص بالفلاود دايناميك وإحنا شفنا المحاضرة السابقة الLinear Momentum Equation النهاردة هنبتدي في الApplication of the Linear Momentum Equation زي ما شفنا المومنتم اكويشن بتقول إن Summation of Forces بتساوي الرات والChange of Mentum وإحنا كلمنا المحاضرة اللي فاتت عن أنواع الExternal Forces وهنشوف إزاي بطبق هذه المعادلة اللي بقدر أحسب منها Force Due to Moving of Fluid Striking Any Surface هنبتدي أول حاجة اللي هو l-impact of jet on plant surface وهو حسابات الفورس exerted by water jet on plant surface على الأسطح المستوي هناخد تطبيق برضو Force On Carved Van وهناخد تطبيق حسابات الفورس Force Due to Flow Around Pipe Pinned اللي هي الواصلات اللي بتربط خطوط الانبيب وخاصة فيه الPipe الكبير هنشوف إزاي الفورس اللي بتعرض له يبقى أول تطبيق اللي نحن عن l-impact of jet وده عبارة عن حسابات الفورس hitting flat blade by water jet فعندنا بيكون عندنا الفلات بليت موضوع بزاوية 90 درجة ليه يرططن بيه الجات بتاع الووتر وبالتالي بحسب الفورس اللي موجودة عليه ونشوف الفورس بنحسب بزاوية بيكون ال-action force الفورس اللي موجودة على الووتر اللي جاي بنتيجة حركة المية بيبعندي الفلات بليت بالشكل اللي قدامنا ده عندي هنا النوزل المية طالعة من النوزل بالسرعة هنا بتخش بترتطم بتانعكس هنا وهو بتانعكس كده خطوات الحل بسيطة جدا اننا بحدد control volume بتاعي اول حاجة بحدد control volume بتاعي زي ما نشوف دلوقتي في الشكل القادم بحيث يكون عامل دجاهات الدخول والخروج بافترض ان انا عندي هنا smooth blade وبالتالي smooth blade يبقى السرعة اللي يرتطم بيه السطح هنا وبالتالي smooth blade V1 بتساوي V2 وبعدين بحسب الفلس باستخدام اللي هي المومنتم اكويشن واذا كان عندي pressure force بخضة في الاعتبار اذا كان عندي body force بخضة في الاعتبار وبعدين بحسب القوى المطلوبة عندي دي الاستبس بتاعت الحل تعال انبصي جدا دا حددنا control volume بتاعنا النوزل موجود عندي السرعة في حالة الhorizontal بتاع سرعة الخروج من النوزل هي سرعة الدخول للcontrol volume السطح ناعم يبقى عندي V1 بتساوي V2 يبقى سرعة الخروج للV نوزل بتساوي V1 عندنا سرعة دخول للcontrol volume ليه عشان النوزل موضوع افقيا والفلاد بليت عمودي عليه بزاوي 90 زي ما قلنا اول حاجة بطبق الماس conservation equation وطالما انا هطبق لما اطبق المومنتم equation لازم احدد الcoordinates axis بتاعتنا لانا بتكلم على forces يبقى انا عندي هنا اذا ال x و اذا ال y direction بتوعية همت بابتدي اول حاجة طبق الماس conservation equation اللي هي بتقول ان معدل السريان ثابت خلال اي مقطع طالما ان السريان السيدي يبقى كمية الكيو اللي هي A نوزل V نوزل بتساوي A1V1 تساوي A2V2 من المعادلة التانية عندي اجا اطبق المومنتم equation المومنتم equation بتقول انه السميشن F بيساوي تكامل الرو VVDA تعالى نطبق على الكلام ده انا عندي في ال x direction عند الدخول هيقول الى ناقص رو A1V1 اشارة الناقص هنا علشان المسهور الدخلة واضرب فيه ال V1 هل فيه في اتجاه ال x حاجة تانية لأ طب هل فيه external force زي ما هنشوف دلوقتي لا عندي فيه pressure force ولا عندي فيه body force وبالتالي يبقى ال Fx عندنا بتساوي ناقص رو ال A في ال V اللي هي الكيو يبقى مينس رو كيو V1 الفرص اللي بحسب من المومنتم equation بتكون الفرص exerted on fluid اللي هي Fx طب يبقى الفرصة على البيت زي ما قلنا هي رد فعلها Rx انا ما عنديش pressure force زي ما قلت يبقى الpressure force is zero ما عنديش body force يبقى ال body force برضو ب zero وبالتالي يبقى ال Rx هنا قلنا ماينس Fx والRx دي فرصة on blade ويبقى انا عندي هنا نتيجة ان اللي بساوي رو كيو V1 ال M ضوط رو في كيو يبقى ال Rx عبارة عن M ضوط في V1 يبقى دي قيمة الفرصة التي تتولد نتيجة ارتضام jet على flat blade ثابت يبقى شوفنا هنا قيمة الفرصة يعبارة عن mass-fiberate مضروف في velocity بتاعة jet ان شاء الله المحاضرات القادمة نستكمل في حالة لما البليت بيتحرك سواء مع او ضد الحركة بتاعة jet ترجمة نانسي قنقر